الخطط الأمنية المعدة مسبقاً والتي تهدف إلى أن ينعم قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج وضيوف الرحمن بنيوتين محجهم بكل يسر وطمانينة تجتمل على محاور أساسية فيما يتعلق بالجوانب الأمنية وحفظ الأمن وكذلك إدارة الحركة المرورية وإدارة الحشود وأيضاً تنفيذ خطط طوارئ في وقت الحاجة لقدر الله بكل تأكيد التكامل بين كافة القطاعات في منظومة الحج بشكل كامل والارتباط المباشر أيضاً فيما يتعلق بالتنسيق الميداني بين القيادة والسيطرة في مقر الأمن عام بمشعر ميناء وكذلك القوات أمن الحج فيما يتعلق بقدوم حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام الماضية من خلال مراكز الضبط الأمنية الدائمة والمؤقتة أيضاً بالتحقق أيضاً من سلامة التصاريح من خلال أجهزة لوحية يحملها رجال الأمن تربطهم بشكل مباشر بقواعد البيانات لتسهل عليهم آلية العمل في ضبط المخالفين في حال تم ضبطهم وهناك أيضاً عقوبة نظامية مقررة بحق مخالفية أنظمة الحج بأن تصل الغرام المالية لمبلغ 10 ألاف ريال وكذلك ناقلي مخالفية أنظمة الحج يتم تطبيق الغرام المالية بحقهم بـ 50 ألف ريال في الحد الأقصى والإيقاف والسجل لمدة 6 أشهر وكذلك مطالبة الجهة القضائية بمصادرة المركبة الناقلة نهيب حقيقة بالتزام الجميع بأنظمة الحج لأن ذلك ينعكس حقيقة على تعظيم الاستفادة أيضاً من الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام